السلام عليكم فعلا الفلين طلع فيه سحر تابعوا الفيديو من البداية للنهاية وكل خطوطة لحتى تستفيدوا وكمان اذا اول مرة بتشوفوني وحبي نوصلكم كل جديد نزلوا هلا لتحت لأسفل الفيديو تبسوا اشتراك فعلوا الجرس وتبسوا على كلمة الكل بهذه الطريقة بتكونوا نضميتوا لعائلتنا الجبيرة ويأهلة وسهلة فيكن واكيد كل الاشعارات وكل الفيديوهات رح توصل لكم متل ما شايفين انا عندي هون فليني هايدي الفليني انا جبتها ببلاش ما دافعت حقه ابدا لان اصلا بتنرمى على جواني بالطرقات وكمان منقدر نجيبها من عند بيع الخضرة ببلاش فمتل ما شايفين اليوم عنا الفيديو من دون ولا اي تكلفة متل ما شايفين هايدي الفليني عليها لزاق كتير فانا عمشيل كل اللزاق الموجودة عليها وكمان منقدر نحصل على الفلين من محلات اللي بتبيع ادوات كهربائية لانه بيكون كتير عندهم فلين مرمى على جنب كمان منقدر نحصل عليهم بهاي الطريقة عندي هون التنر شو هو التنر التنر هو مادة مخففة لدهان مادة بتخلي دهان يصير كتير رخو للناس طبعا اللي ما بتعرف شو هو التنر ومنقدر نحصل على التنر من حي الله محل دهان ببيع دهان او من محل اللي بيدهان سيارات سعره كتير مقبول ومنه غالي ابدا حطينا الطبعا التنر بقلب اللي جات متل ما شايفين واكيد بدي شي لو خبيها بعيدا عن متناول الاطفال وفيكن تستخدموا بديل التنر البنزين نيناتن بيعطيوني نفس النتيجة هلأ رح باشر بتكسير الفلين متل ما شايفين ورح باشر هلأ بتنزيل الفلين كل ياتن بقلب التنر بهيدا الطريقة شو هيصير هلأ عندي التنر رح يبلش ياكل من الفلين يعني رح يبلش يدوب الفلين كله بطريقة سريعة كمان يعني انا هون مني مسرعة شي هون متل ما شايفين بطريقة سريعة عم بيدوب معي الفلين اكيد من ورا هيدا الموضوع في عنا شي اليوم بدنا نعمله لانه اليوم فكرتنا كتير كتير مهمة مفروض انه نحط كمية منيحة بقلب التنر لحتى التنر يتشبع كليا من ورا الفلين لانه بدنا نحصل على مادة جديدة هيدا المادة جديدة رح فرجيكم شو منقدر نعمل فيها يعني فعلا كنز ما بيخطر على بال حدا قطع متل هيدا القطع متل قطع الفلين بتنرمى على جوانب الطرقات ما حدا ممكن يخطر على باله انه ممكن من هيدا الفلين ينعمل قصص كتير 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 مهمة احباك متل ما شايفين بلش عند اللون يغمق شوي طبعا ما ده يغمق هلا اكتر وهوني بلشت عند الفليني تدوب على مهلة ليه لانه بلش عند التنر يتشبع بالفلين طبعا هوني انا حابة اشرح كل خطوة بخطوة لانه الفيديو كتير مهمة في الناس ممكن تسأل ليش هيدا هيك ولش هيدا هيك فانا حابة اشرح كل الخطوات تدريجية هوني متل ما شفته صارت عند الدوب بطريقة بطيئة طول ما انا قادري دوب من الفلين بقلب التنر بدوب وفينا نعمل كمية كتير كبيرة منا يعني فينا بعد نزيد من التنر ومنحط بعد فلين كتير لنحصل على كمية كتير متل ما شفته بعدها رخوي انا ما بدي اياها رخوي لازم بعد حط شوي صغيري لحتى طبعا تشتد اكتر طبعا هيدول خطوات كتير مهمين شفتوا هلأ رح بلش استخدم عصايا ملعكة خشب طبعا هيدول ما منستخدمهم بالاكل هيدول طبعا نستخدمهم بهيك قصاص من دلنا حاطينهم على جنب طبعا متل ما شايفين هون بلشت عندي متل ما شفته اشتدت منيح وفينا بعد كمان ندوب بقلب الفلين انا رح دوب بعد بقلبها فلين لانه حسيت انه بعدها رخوي وهلأ رح تغمق اكتر من هيك وتصير شكلي قريب للعجيني كيف العجيني نفس الشي بتغمق كتير يعني ممكن تغمق يصير لونه على لون العاجي اذا حطينيها على اللون الابيض بتاخد اللون اغمق بكتير هلأ بتشوفوا انا شو قصدي رح ارجع حط بقلبها شوية فلين لحتى صير سميكي اكتر ما بديها حسيتها بعدها سائلة فرجعت يعني بعدها رخوي رجعت زدت عليها فلين لصارت عندي متلى متلى العجيني نفس الشي شفته هلأ كل الفتحات الموجودة عندي بالبيت انا بقدر سكرا مستحيل بقى انها تفتح رح فرجيكم هلأ بعد اسبوع رح غيب بعد اسبوع وفرجيكم شو هيصير عندي كمان عندي هايدي الفتحة بتفوت حشرات وبتظهر حشرات قدمبطكن كمان رح سكرا مادة لاصي قتحول عندي الفلين مع التنر لمادة قوية جدا بتلزق الحديد بتلزق الخشب بتمنعه رتوبي هلأ بفرجيكم تابعوا الفيديو الفيديو اليوم كتير مهم رح غيب هلأ اسبوع وارزع بعد اسبوع عزبت لايكو شو صار عندي صارت متلى الصخرة صخر صخر مستحيل انها تنكسر بسهولة حتى بالسكينة ما عم بقدر اعمالها شفتو لزقت وخلص من تاسع المستحيلات بقى انها تنقبع وما بتنقبع بسهولة عرفتو كيف هون الفكرة يعني متل ما شفتو طريقة كتير حلوة فرجيتكن عملي قبل وبعد وكمان رح فرجيكن على الميل التاني اللي انا كمان سكرتها كمان صارت يبست على الاخر متل ما شايفين كمان هيدا المادة منقدر نلزق فيها الحديد تخيلوا نلزق فيها الحديد نلزق فيها الخشب نمنع الارتوب الموجودة بالبيت عندي هيدا الحات فاسخ هيدا حات المطبخ انقطعت عند المايش اسبوع متسكرتها بهيد المادة متل ما شايفين طبعا هي غامة المادة صارت فوقت اشت الماي ما فوت ماي علي هيدا الفسخ فكمان فكرة كتير مهمة لا اذا عندكن فسخ بالبيت بنزل الماي كمان بتلزق الحديد على الخشب كمان فكرة رهيبة صراحة رائعة كمان لزقت فيها البريز الكهرباء كان مقبوع لبرة فحطيت وكمان لزقته كمان بعد اسبوع حاولت فك وما كان ينفك بالمرة افكار كتير مهمة احباقي مش بس هون كمان منقدر نمنع لرطوبة اذا عندكن رطوبة متل هون رطوبة كتير قوية بتقدروا تدهنوا محل رطوبة فيها كلها تعملوها تنطروا اسبوع بعد اسبوع فيكن تمعجنوا وساعاتها تدهنوا عادس يعني بصير عندكن حيات غير شكل ما بيفوت ماي ابدا ما في رطوبة ما في عفوني كمان طريقة كتير حلوة هايدي افكارنا اليوم احباقي من الفلين والتنر جربوا الطريقة واذا حابين طبعا انه الكل يستفيد بتمنى دعم الفيديو لحتى كل الناس تعرف هايدي الفكرة وتستفيد انا هلا احباقي بدي ودعكم كمان بدي فرجيكم على مايلي تاني فينا نعمل نفس الطريقة ونمعجنة وندهنة طبعا بعد ما تجمد انا هلا بدي ودعكم مع تحياتي ان شاء الله الفيديو اليوم يكون كتير مهم وحبيتوا الفكرة این لذلك اشتركوا في القناة